عايزين نقولك بس وإحنا بنتكلم عليها إحنا معانا الفتوة شخصية لا بتهرد والله العظيم وحياة ربنا ده أجل الفتوة يعني بجد يعني إحنا مسائل خير الأستاذ الفنان يعني اللي كلنا بنحبه جدا جدا وبنقدره جدا 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 واللي مبسوطينه سعداء إنه معانا الفتوة شخصية الفنان الجميل ياسر جلال إزاي حضرتك ياهلا أنا سهلا أنا وسهلا أسماءه مرفيعة تقديمة الكبيرة دي والله ده أنت بنوارنا ده النهاردة الناس كلها هتحسدنا على فكرة ياسر أنا ماينفعش أتكلم عليكو وإنت مش معايا يعني مفروض أنا أمو إنت تيجي طاط كيف ده شرف لينا لأنه ما بيعملش مدخلات على فكرة لا ده جميل بيهتمش بالسوشال ميديا ومركز في الفتوة يعني لا بس يا سحبيب الناس كلها أنا طبعا ده شرف أن أرعبت مدخلة مع حضرتك يعني طبعا ده شرف كتير إنه إعلامات كتيرة جدا جدا ده شرف لي يا والله نحرك منوارني أنا من المعجبين بحضرتك بجد يا نهار أبيض طبعا أنا شرف وإنت معاكي طبعا يعني يعني هي جدت قطع عليا ولا إيه يا ياسر فنانة جميلة وعظيمة وجد يعني جد أنا ببارك لك ألف ألف مبروك جدا على أدائك الهائل ده أنت عاملة دور صعب يعني دور جميلة دور صعب جدا يعني أنت الحافز الأساسي لها في الدور ده أنا طبعا أنا مش عايز أخذ وقتك طبعا وعايز الناس يستمتعوا باللقاء طبعا لا 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 أرجوك ده نحن نعايزين نستمتع باللقاء معيك في حاجات كتير جدا وبعدين يعني الفنانة جميلة أنا جلق بدر من خلفية يعني لي خلفية أعلمية ومزيعة أخوة مني برضو في حضرتك لا أنا مش الدرجاتي لا أنا خلاص تخليت عن المين لا بس خليني طب أنا هستغلي وجودك معينا وبعد إذنك يا نجلق طبعا الفتوة بجد حقيقة أنا عايز أقولك إنك مش شبه فتوة شفته في حياتي قبل كده يعني حقيقة يعني لا نهائي يعني أنا بجد بقولك رأيك يا مشاهدة أنت مش شبه أي فتوة شفته لا في الروايات اللي إحنا قارين عنها ولا في المسلسلات ولا مثلا الحرفيش ولا زي دور مثلا طبعا العظماء يعني بذكر يعني محترامي للألقاب الجميع أستاذ فريد شوقي ولا محمود المليجي ولا أستاذ عزيزة العليلي ولا أي حد من العمل ودور الفتوة والله أستاذ أسمع أنا طبعا أنا مش عارف أرط على الكلام بس أنا طبعا دول أسلات أكبر وأنا مجيش فيهم واحد عالمية يعني لكن هو الموضوع طبعا كان مختلف يعني الناس كانت فاكرة أننا نعمل حاجة من الحاجات التي اتعامل قبل كده بس كان حظنا حلو أستاذ هاني سرحان تدور على فكرة مختلفة تماما هو الجو العام بس يعني مريب من الأعمال التي اتعاملت عن الفتوات كده من مصر زمان من أكتر من 100 سنة طبعا أنا بشكر حرفتك على ده بس قبل ما أتجلم في دقيقة أنا عايز بس أتجلم على نجلاء أنا عايز أقول حاجة الناس ما تعرفه أننا أول ما كتبنا الورق يعني الحلقات كانت مكثوبة كورزة كبير منها وعدنا ندور مني يعني شخصات جميلة فاتفقنا أنا والأستاذ حسيني من الداوي والأستاذ هاني سرحان وحتى الشركة الشركة سانرجي أن ما فيش غير نجلاء يعني الشخصات الوحيدة اللي احنا من أول ما قرناها وقلنا نجلاء تعمل جميلة الجميلات جميلة الجميلات أه جميلة الجميلات فعلا احنا كانت نجلاء في الأول نجلاء طبعا صادقتي من زمان وعشة عمر أيها طبعا فأنا قلت لهم إيه بيكلموها فنجلاء ما بتردش إمم إيه يا جامعة ما بتردش إيه طب أنا معايا رقم نجلاء روح تمكلمها وضعت لها السئلة كلمتني إيه لأ نجلاء أنا حاجيلك البيت أنا والأستاذ الحسيني من الداوي فاتي تنور وتشرف وكده فجينا وجبنا لها الموضوع معانا وقاريته وكده وهي كتت متخوفة شوية كان عندها شوية تخوف كده من الشخصية كتت هلقانا من جميلة أه وقول لها إحنا ما فيش بديل يعني أنت ما قدامكيش اختيار بس كسرت بقلبها وبخاطرها في المسلسل كده يمسع بعد كل ده وتكسر بقلبي ده أنا مدهي لغاية دلوقت كده كسرت بخاطرها ومحبتهاش وجميلة فانت تحبك طول المسلسل من أول الحلقات لأ نجلاء دي تتتحب ونجلاء على فكرة شخصية جدعة جدا وإنسانة يعني هي طيبة جدا 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 وجدعة وبعدين هي في الدور ده على فكرة تثبت أنها ممثلة كبيرة أوي يعني هي الدور ده تحدي ودور جديد عليها يعني بس هي عملته قراعة ولسه في مشاهد لمجلاء جاية هتبقى مفاجأة للجميع أنا قلقت بعد ما تجاوزت عزمي يعني بما أن أنا متابعة المسلسل حلق حلق فخفت بعد ما تجاوزت عزمي أنا قتالت ناس تبعاتي يتقولي يا قتالت عملي حاجة في حسن وقوعي عشان هو سابك تدايجي خفت على حسن أول الله إيمان أنا خفت حسنت أني ابتدت تخطط ضد حسن يا قتالت ياسر في المسلسل دارش ما قدارش ما قدارش لا بس أنا متأكد إنك لا مش هتيجي علي ناكلها برضو أنا عارف إن أنا غالية عندها زي ما هي غالية عندي وإنت والله فعلا غالية عندي وعشت عمري ربنا يا خليك يا ناكلة أنا بحييكي بجد على الدور الدهي أنا اللي بجد مرسي مرسي جدا على الفرصة الجميلة أنت تتهالي أنا أول ريدي أكون معك في المسلسل ودور جميلة وحسين منباوي وهاني سرحان وكل الحاجات يعني كل حاجة حلوة جات من طرفك الله يخليك يا ناكلة دانتي بجد على رأسنا ونورتي المسلسل وعايز أقول حاجة إن الشر عندنا في المسلسل مبرر يعني لو أي خطوة خادتها شخصية اتجاه حسن أو في المسلسل بتبقى ليها منطق وليها تبرير يعني مثلا عازمي عنده تموح إن واخد الفتوانة فشايف إن الفتوانة دي حقه إنه ابن الفتوة وكده